النقطة الأولى بدي أقول أنه أصلاً كل العمل الوطني والقومي والإسلامي التحرري بالمنطقة كان مأزوماً قبل الطوفان يعني لا يلام العمل المناهض للتطبيع بصورة منفصلة عن كل هذا المناخ المأزوم ليلو علاءة بكل الإشكاليات اللي رافقت الربيع العربي واللي حتى الآن لا تزال مصر لما من ناقش نحن ليش مصر ما عم تقدر توقف لأنه مصر فيه مش مجرد انقسام فيه خشية من أن يكون مناصرة غزة نصرة للإخوان وبالتالي التمسك بالجيش ودعم النظام حتى لو كان هذا النظام يعني جزء من حصار غزة والناس موجوعة من شان غزة بس ضايع مشاعرها عقلها بمحل ومشاعرها بمحل الأردن قدر يتجاوز هذه الإشكالية من الأيام الأولى بسبب المصالحة اللي صارت بين حماس وبين سوريا يعني أنه ما كان هذا ليجري لو لا هذه المصالحة لأنه أصل الانقسام بدأ بين حركة إسلامية هي يعني توأم لحماس بصورة أو بأخرى وبين قوى وطنية وجدت أن الذي يجري في سوريا هو مؤامرة غربية وهو مشروع تخريبي لكل مستقبل الأمة وبالتالي نقاش التاريخي حول ليش نحن مقصرين أنا برأيي ما بيفيد الآن يعني هو يعني نوع من جلب ذات بدون مبرر لأنه رأيي حجم التعقيدات الموضوعية كانت أكبر من قدرة القوى الذاتية على معالجته وبالتالي نقاش يعني فقط لنقول أنه نحن مقصرين اثنين اللي بدي يقولوا أنه ما في شك اليوم عندنا ظواهر قبل الطوفان وبعد الطوفان بمناهضة التطبيع عندنا ظواهر فردية الحقيقة مشرقة يعني مباريات رياضية بينسحبوا منها أبطال بيكونوا على أبواب الحصول عميدالية ذهبية بالجزائر بلبنان بتونس بعدد كبير حتى ما ينسى الواحد بلد من البلاد العربية الرأي العام العربي المناهض للتطبيع دليل مصر مثلا أنه ما قدر الإسرائيلي والأردن ما قدر رغم كل شيء أنه يقدر يخلق تطبيع عم بيحكي هلأ الناس بتصير محاولات عندنا إيجوا فاتوا على المناهج التربوية مدخلين شيء عند طريق الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي انتبهوا الأسات زيهن وعم يقروا النصة مثل إيامي عمل مشكلة طويل عريض بالبلد هذا لا يعبر عن اتجاهات في الرأي العام هاي محاولات تسلل أوف سايت يعني المناخ العام منيع هذا واضح بعتقد عندنا موجة جديدة إيجت مع الطوفان هي المقاطعة اللي هي موجة يعني اللي هي مرتبة أعلى من مناهضة التطبيع مناهضة التطبيع أنت تمنع العدو أن يدخل إليك بتحصن ساحتك لما يجي يلعب فيها المقاطعة أنت عم تروح على الشركات التي تسهم بتمويل الكيان واللي هي في أغلبها شركات غربية أمريكية وأوروبية وتدفعها ثمن علاقتها مع الكيان وهذا بعتقد عالمي وليس فقط عربي لكن بسبب الضيق السياسي وهوامش الحريات الضيقة تحول إلى شكل تعبير وحيد عن التضامن مع غزة لدرجة ببعض الدول عم بحكي لدرجة أنه مثلا التقارير التي تتداولها شركات مثل مكدونالد وستارباكس تحكي أنها في مصر وفي السعودية تعاني نسبة مقاطعة 95% لهن البلدين الأكثر عرضة للضغط لعدم كروج الناس بتعبيرات أخرى بالتالي كل ما حرمت الناس من التعبيرات الأخرى يمكن هذا التعبير عم بصير إله أولوي أنا مع اللي قاله الأستاذ محمد أنه هالموجة العامة معرضة أن تنتكس إذا ما فيه جهة تنظيمية يعني الجهة التنظيمية قد لا يكون مطلوبا منها أن تقف وراء الظاهرة بلحظة انفجار مشاعر وانفجار أوضاعك التي عشناها مع الطفان منطقي أن تكون الظاهرة أكبر من أي تنظيم لكن إذا ما شجعنا على إنشاء أطر تنظيمية بتهمد الحالة العاطفية وبتتراجع معها المنجزات التي تحققت الحفاظ على هذه الدرجة من الجهوزية تحتاج عمل منظم أنا بعتقد أن هنا بصير النقد ضروري لأنه هنا ما عاد النقد لمرحلة كان العمل فيها فوق طاقة القدرة الذاتية هلأ النقد مفيد لأنه هلأ في معطى موضوعي مؤاتي في حالة جماهيرية عريضة مستجيبة ومتعاونة أنا رأيي الأساليب التقليدية هي المشكلة يعني نحن الذين يعني عرفنا مرحلة النضال العربي بالستينات والسبعينات والثمانينات والتسعينات بحاجة لأن نطور أساليبنا وأن نستقطب الشباب الذين يستطيعون أن يضخوا الأساليب الأكثر حداثة وأكيد أستاذ محمد يعني بالعرض اللي أدمه عبر عن تقدير موقف للحظة الاشتباك أنه نحن بوضع نحتاج فيه إلى أساليب حديثة إلى استخدام وسائل التواصل إلى مقاربة أنه كيف حفيده هو اللي دلوا على التطبيق يعني نحن بحاجة لهذا الدم الجديد فأنا أتوجه عبر هذا المنتدى لكل الشباب العربي أقول إذا كنتم تريدون لمنجزات طوفان الأقصى أن لا تتبدد الطوفان بيبقى ستة شهر بيبقى ثلاثة شهر بيبقى سنة لكن بنهاية المطاف في محطات سوف تكون باردة في المحطات الباردة لا يستطيع ترصيد الإنجازات إلا جسم منظم تعالوا إلى عمل منظم ولممنون العمل منظم اللي بيخافوا من العمل الحزبي مشا مندعي لعمل حزبي رغم أنه العمل الحزبي شيء مقدس وشيء عظيم هاي أنه المقاومة ما أنجزت إلا لأنها ثمرت عمل حزبي المقاومة في لبنان لو ما في حزب الله شو هي المقاومة وبفلسطين لو ما في حركة حماس وحركة الجهاد والجهاد الشعبية وسواها من التنظيمات وكتاب الأقصى ما في يعني بالتالي العمل لكن أنا أقول تعالوا إلى ما هو دون العمل الحزبي إلى تشكيلات عنكبوتية يعني طوعية اختيارية كالطريقة التي نعمل فيها في منتدى شباب سيف القدس اللي هي طريقة طوعية مرنة لكن نجحت بأن تستقطب الآن العشرات وربما المئات لكن تعالوا نحول هذه الطاقة ما هي المهمة الراهنة التي يجب أن نشتغل عليها أنا أعتقد مقامة التطبيع والمقاطعة مهمة راهنة ومهمة بحجم عمل شبابي ومهمة لا يمكن تحويلها إلى مهمة حزبية سياسية بنظر أجهزة الأمن في الدول العربية التي تضيق على الحريات وهذا فيها تكون عمل عام ومشروع مقونا وله سياقاته وأطره فأنا أدعو من هنا أولا زملائي في المنتدى إلى التفكير جديا بالانضمام استاذي هند كانت عم تقول أنه ممكن نقدم مقترحات وأنا أقول نعم نحن يجب أن نعد ورقة عمل لنقدمها إلى التنسيقية تتضمن مقترحات كيف نعتقد أن هناك إمكانية لتطوير العمل المناهض للتطبيع وتطوير المقاطعة وضم كل التشكيلات المساهمة ويمكن التطبيقات يكون وراها شبين وثلاثة وأنا برأيي هذا هو السائد الآن حتى بأوروبا بأمريكا ثلاثة إرباع الحركات الكبرى التي شهدناها أنا سألت مثلا عن جامعة كولومبيا طلاب لبنانيين كانوا مشاركين في قيادة الحراك قالوا لي كنا خمسة الذين بدأنا وبيقعدل أنه شو نعمل عيب مش قادرين دمنا فاير ما عم نقدر نتحمل فاتفقنا أنه رحنا عملنا خيمة الخمسة لأينا حالنا صورنا خمسين وبالتالي في مناخ مؤاتي الآن وهذا المناخ المؤاتي يسمح بإذا نجحنا باستثمار الوقت لإطلاق أشياء سريعة نحن المنتدى شباب سيف القدس الأسبوع الماضي بعد شهرين من التحضير أطلق على تويتر صفحة عظيمة وممتازة ومؤثرة موقع إلكتروني بلشت المشاهدات فيه توصل لتلات تلاف والأربع تلاف يوميا رغم عمره وجمعة يعني فنحن بحكم الشباب الكتاب الآن صاروا خمسة عشر ست عشر اللي عم يكتبوا فيه ما فيهم حدا إلا هم مطوعين ومتحمسين ومندفعين فهذه الأدوات بسبب ديناميكية الشباب انطلقت ونحن أكيد بأعتقد ما رح أسمح لحالي أحكي باسم المنتدى لكن أتوقع أنه لن يكون لدينا مشكلة على الإطلاق في خدمة الفكرة في أن تكون هذه المواقع كلها إذا فيه روابط بتنشر عليها إذا فيه بوسترات إذا فيه فيديوهات مطلوب إنتاج فيديوهات الأستاذة هند حكيت عن رموز فنية عن أسماء كبرى يمكن نعم فيه بلبنان وبسوريا وبالأردن وبمصر وبالتونس وبالمغرب أسماء كبرى يمكن أن نطلب منها المساهمة وأنا أقول أنه نحن إن شاء الله بعد يعني الاجتماع التلاتة سنبلغكم إن شاء الله قرار الرغبة بالانضمام بكتاب مرفق به مجموعة مقترحات وأن نكون يدا بيد وكتفا إلى كتف لنستنهض أوسع شبكة عربية تعالوا نحن وأنتم وكل الجمعيات العاملة لننشئ شبكة عن كبوتية اسمها الشبكة العربية المناهضة للتطبيع والداعمة لمقاطعة البضائع المساندة لكيان الاحتلال هذه الشبكة العربية فلتضم ألاف الشباب بشكل فردي يعني إن كانوا أعضاء منظمات وجمعيات أو لم يكونوا وبالتالي بينزل فيديو اليوم نحن عندنا تجمع على المجتمع على الواتس أب بساعة 2000 طيب خلي يكون هذا مجتمع مناهضة للتطبيع الشبكة فيها هو الألفين بينزل فيديو بيصير موجود على كل حسابات الفيسبوك كل واحد بيبعثوا لأصدقاءه على الواتس أب بيتعمم على التليجرام بيكون في قناة موازية على التليجرام بيعتقد قادرين نعمل شي كبير وبرأيي إنه مهمة الشباب العربي الآن ومهمة النخب العربية الداعمة للمقامة الداعمة لخيار المقامة في قلب حرب الوعي اللي حكي عنا الدكتور زياد في قلب حرب الوعي ما رح نتوقف عن المرافعة السياسية ما رح نتوقف عن معاركنا الإعلامية ضد المثبطين والمهزومين والمستسلمين وعقل الهزيمة وعقل التبعية وعقل الصنمية وعقل العبادة الأمريكي هم رح نتوقف عليهم لكن عندنا وقت نعطيه لإطلاق هذه الحركة الشبابية العربية المناهضة للتطبيع